اكد سعادة دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس مناء مركز الملك حمد للعالمي للتعايش السلمي أن مملكة البحرين تمثل صوتا بارزا للضمير العالمي وعونا فاعلا للتضامن المشترك مشيرا إلى أن المملكة سباقة في تقديم المبادرات المتميزة في ميدان العمل الإنساني وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للضمير أن هناك حاجة ملحا إلى صحوة ضمير عالمية ووقفة جماعية مسؤولة محذرا من خطورة تقويض الثقة في التضامن الإنساني وأنوها رئيس مجلس الأمناء إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة التي تحمل اسم مملكة البحرين يؤكد أن المملكة هي موطن السلام وبلد التأخي مشيدا بالنهج الحكيم لجلالة الملك المعظم القائم على ترسيخ الأخلاق الحسنة والقيم النبيلة وإرساء معاني التراحم والتعارف بين جميع البشر كما شدد على أهمية تحكيم الضمير الإنساني على أوسع نطاق من أجل إنهاء ويلات النزاعات والحروب ومعالجة مشكلات الجوع والفقر في بقاع عديدة من العالم مشيرا إلى أن رسالة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تسهم في تحفيز الوئام الإنساني وتعزيز التعارف القيمي والثقافي تسهم في تحفيز الوئام الإنساني تسهم في تحفيز الوئام الإنساني ترجمة نانسي قنقر